اهلا بكم مشاهدين الكرام وحلقة جديدة من تحت الضوء كيف يمكن وصف التواجد الامريكي في العراق وما اسباب وجود قواعد امريكية عسكرية فيه وما الاهداف الاستراتيجية للاحتلال الامريكي منذ العام 2003 بانشاء عشرات القواعد العسكرية في العراق وما الغايات والابعاد السياسية والعسكرية التي تهدف واشنطن تحقيقها في العراق وهل ستكون هذه القواعد للانطلاق نحو مواجهة اقليمية محتملة مع ايران الى اي مدى مثلت هذه القواعد صمامات امريكية لفرض السيطرة على المنطقة برمتها وترسيخ وتعزيز الهيمنة الامريكية هل ستتحكم القواعد الامريكية في المشهد العراقي في الايام المقبلة وما هي المكتسبات الامريكية المتحققة من انشاء قواعد عسكرية في هذا البلد أرحب بضيفي في الاستوديو العقيد الركن حاتم الفلاحي الباحث في مركز راسام لدراسات الاستراتيجية والسياسية مرحب مرحب سياسة العقيد لكم وايضا ارحب بضيفي دكتور صبري سميرة المتخصص في الشعن الامريكي دكتور صبري مرحبا بك مرحبا بكم وسينضم الينا ايضا الاستاذ حسين العليان الكاتب المحلن السياسي العراقي مشاهدين اكرام فاصل نستمع ونشاهد فيه هذا التقرير ثم نبدأ الحوار كنوا معنا بدأ الوجود الامريكي العسكري بغزو العراق عام 2003 عندما اتهم الرئيس حينها جورج بوش الابن بغداد بامتلاك اسلحة دمار شامل وهما لم يثبت بعد الغزو الذي كبد القوات الامريكية الاف القتلى والجرحى لكنه في الوقت ذاته قتل ودمر كل ما يمتل الحياة بصلة في بلاد الرافدين بعد انسحاب القوات الامريكية من العراق عام 2011 ارادت العودة بطريقة اخرى اذ جعلت لها من يشرعن وجودها فعقدت ما يسمى باتفاقية التعاون الاستراتيجي والاتفاقية الامنية مع حكومة المالكي فعملت القوات الامريكية على تعزيز وجودها الطويد الامدي في العراق من خلال انشاء قواعد عسكرية كبيرة قدرها بعض الخبراء العسكريين بعشرات القواعد موزعة على جغرافية العراق لعبت هذه القوات وقواعدها دورا كبيرا في العمليات العسكرية المساندة للميليشيات في الحرب ضد تنظيم الدولة ويثير هذا الوجود للقواعد العسكرية الامريكية تساؤلات ملحة حول الغايات والابعاد السياسية والعسكرية التي ترسمها واشنطن في البلد مراقبون على له سبب الوجود العسكري للقواعد الامريكية في العراق بانه يأتي في سياق الترتيب للصدام المحتمل مع التمدد الاقليمي الايراني فيما يرى اخرون انه فرض لسيطرة على المنطقة برمتها وعدم السماح لاي قوة اخرى بفرض نفوذها بعيدا عن هيمنة الولايات المتحدة الرئيس الامريكي دونالد ترامب اعلن في وقت سابق رغبته في الابقاء على قوات امريكية في العراق معتبرا ان ذلك امرا مهما حتى يمكنها مراقبة ايران لانها تمثل مشكلة حقيقية على حد قوله اسؤلون امريكون احذروا حكومة عبد المهدي من التعرض للقواعد الامريكية اذا نشبت حرب مع ايران من جانب اخر فان حكومة عبد المهدي قالت ان القوات الامريكية لا تمتلك اي قاعدة عسكرية في البلاد ما يثير الدهشة والاستغراب من هذه التصريحات مع وجود تلك القواعد والاعداد الكبيرة للقوات الامريكية على الاراضي العراقية اذا ارحب بناتر ارحب بالاستاذ حاتى العقيدة روكون حاتم الفلاحي البحث في مركز راسام لدراسات السياسية والاستراتيجية سيئة العقيدة روكون يعني كيف تصف التواجد الامريكي في العراق نعم بداية مساء الخير لك ولضيفك الكرام ولمشاهدي قناة الرافدين مسألة التواجد الامريكي هو ليس وليدة الساعة وانما مر هذا التواجد بمراحل متعددة منذ عام 2003 وإلى يومنا هذا ازداد التواجد الامريكي بعد احتلال العراق وغزوه عام 2003 ليصل عام 2008 إلى ما يقارب 165 ألف جندي أمريكي في العراق وطوال هذه المدة التواجد الامريكي كان باتفاق مع الجهات الشيعية ومع الجهات الكردية المتواجدة في العراق ضمن العملية السياسية التي بناها الاحتلال في العراق وكانت تسمى هذه القوات بالقوات الصديقة من قبل الحكومة العراقية في طوال هذه المدة ثم في عام 2003 بعد أن اشتدت المقاومة العراقية على قوات الاحتلال وتكبدت خسائر كبيرة جدا في الأرواح والمعدات وصلت إلى ما يقارب أكثر من 4800 قتيل وأكثر من 32 ألف جريح إضافة إلى تدمير الآلة العسكرية الأمريكية بشكل كبير جدا وكانت هناك أزمة اقتصادية عالمية تمر في العالم اضطرت الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن تقوم بسحب القوات الأمريكية المتواجدة في العراق في عام 2008 من خلال توقيع الاتفاقية الأمنية الاستراتيجية مع العراق في زمن جورج بوش وبعد ذلك تم تنفيذها في زمن باراك أوباما حيث انسحب آخر جندي أمريكي من العراق في ديسمبر عام 2011 وبذلك انخفض التواجد الأمريكي في العراق بعد تلك الفترة لينحصف في السفارة الأمريكية وفي قنصلية تتواجد في البصرة وقنصلية أخرى تتواجد في أربيل هذه السفارة يتواجد فيها أكثر من خمسين ألف منتسب أمريكي ما بين موظف وما بين جندي وما بين إداري وما بين متعاقد أمني وما بين جندي مقاتل وبذلك نستطيع أن نقول بأنه تم تخفيض التواجد العسكري الأمريكي المباشر من القواعد العسكرية لكي يتواجد في السفارات وفي القنصليات المتواجدة سواء كانت في البصرة أو في أربيل ثم بعد ذلك أخذت الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بإرسال بعثات لتدريب وحدات من الجيش العراقي وتشرف على عملية التدريب والتسليح في تلك الفترة وصولا إلى عام 2014 بعد عام 2014 عندما قام تنظيم الدولة بالسيطرة على مناطق واسعة من العراق ومحافظات كبيرة جدا اضطرت الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن سيطرت تنظيم الدولة بعد أن نستطيع أن نقول عشر حزيران عام 2014 إلى ما يقارب عام 2014 بالتدخل عسكريا من خلال ضربات جوية نفذت على مناطق سنجار تعتبر من المناطق المتنازع عليها وبعض المناطق الأخرى باتجاه مدينة أربيل لذلك بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الفترة حقيقة تعيد إلى الأذهام بأنها ستقوم بالرجوع إلى العراق من خلال إرسال مدربين ليشرفوا على تدريب القوات الحكومية العراقية ومن خلال تقديم الدعم الجوي واللوجستي والاستخباراتي للقوات العراقية في تلك الفترة بعد ذلك بدأت القوات الأمريكية بالإزدياد لتصل في عام 2016 إلى ما يقارب 1300 جندي أمريكي ثم بعد ذلك أخذت القوات الأمريكية بالتزايد مرة أخرى ليصر أعدادها إلى أكثر من 5400 جندي وصولا إلى ما يقارب 8000 جندي وفي أحسن حالاتها الآن يمكن أن نقول بأن التواجد الأمريكي في العراق الآن قد يصل إلى 15 ألف جندي أمريكي في العراق يتوزعون في مناطق مختلفة من العراق في خمسة قواعد عسكرية في كردستان العراق وفي كثير من القواعد العسكرية المتواجدة في المناطق نستطيع أن نقول الشمالية والغربية من العراق حقيقة هذا التواجد الأمريكي نستطيع أن نقول بأنه مر بمراحل متعددة ولكنه أخذ بإعادة الانتشار بعد عام 2014 لأن الكثير من الخبراء يقولون بأنه الانسحاب الأمريكي من العراق كانت خطأ ستراتيجي كبير جداً نفذته الولايات المتحدة الأمريكية واستطاعت إيران أن تملأ الفراغ الموجود في العراق ولذلك نرى بأن هذا التصارع الآن ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران في العراق بشكل واضح وشكل كبير جداً نتيجة هذا الانسحاب الأمريكي في تلك الفترة نعم أرحب بلسادة سين العليان الكاتب المحلل السياسي وإن لم يكن إلى الآن لم يجهز أرحب بدكتور صبري سميرا المتخصص في الشيء الأمريكي دكتور صبري مرحبا بك أهلا بكتور صبري المسؤولون الأمريكيون طالما يصريحون بأن الانسحاب الأمريكي من العراق كان خطأاً استراتيجياً ماذا يدل ذلك؟ بالطبع يعني إذا أردنا أن ننظر إلى الصورة بإجماليتها هم يشعرون بأنهم قد تراجعوا خطوات إلى الوراء بسبب عدم وجودهم الكثير المباشر المهيمن في العراق لكن هذا لا ينسينا حالة الوجود الأمريكي في المنطقة أمريكا لا تعتمد فقط على الوجود المباشر أو الاحتكاك الخشن إذا تحت تعبير أو القوة الخشنة وإنما لها أدواتها الكثيرة القواعد الأمريكية العسكرية منتشرة في المنطقة انتشار كبير جداً وهي جميعاً على مقربة من العراق وإيران وكل المناطق الحساسة النفوذ الأمريكي معروف وملموس وغيره كثير من الدول لها علاقات أو حالفات أو تركيبات عسكرية وأبنية وغيره وغيره وبالتالي موضوع الآن السلويح بزيادة التواجد العسكري وليدل ذلك على إشارة بأن هناك حرباً قادمة هناك قرع لطبول الحرب لكن هل حقيقة استحدث حرب إيرانية أمريكية؟ هل ستكون حرب كبيرة؟ هل ستكون مجرد ضربات خاطفة؟ هل هي مجرد تلاعب بالأعصاب وضغطات أمريكية على إيران؟ حتى الآن الصورة ليست واضحة تماماً لكن تطبيق التفاقية التعاون الاستراتيجي التي وقعت مع حكومة المالكي دكتور صبري إلى أي مال ترى أنها أسهمت في شرعنة الوجود الأمريكي في العراق وديمومة بقائه طبع مثل هذه القرارات لإبقاء القواعد العسكرية الأمريكية في العراق قرارات تؤدي إلى أعطاء صورة حسنة لأمريكا بأنها تحمي الأمريكي وتحمي الاستقرار لدول المنطقة ولخلصائها وأنها تلتزم بكلامها وإلى آخره وأيضاً مثل هذه الدعوات للحروب تعطي النتيجة العكسية أيضاً لأنه يدفعنا لك مبرر للأمريكي للحجوم بحماية الدول الأولانية والعلانية من الهجوم اليراني أو التحرش اليراني أو إلى آخره وبالتالي المشكلة ليست هي مشكلة أمريكية المشكلة هي مشكلة في المنطقة عندنا مشكلة عربية ومشكلة إسلامية مشكلة الدول المنطقة أنها حقيقة تتلم مقدراتها وزمام أمورها وحالتها واتقرارها لصالح القرار الأمريكي صالح القرار الأمريكي له مصالح في المنطقة اتباعاً بالنفذ والغاز والطاقة وغيره والوجود الاستراتيجي وإسرائيل وله مصالح مهمة في بيع المسلحة سيادة العقيدة لكم حاتم الفلاحي الغايات الاستراتيجية من إنشاء قواعد أمريكية الاحتلال الأمريكي إنشأ عشرات القواعد في العراق منذ عام 2008 ربما وحتى اللحظة يعني ما الغاية الاستراتيجية من هذه القواعد الأمريكية ما الذي تحقق أمريكياً من المكتسبات الأمريكية منها نعم بداية دعني أقول بأنه تغير السياسة الأمريكية بمجيء إدارة ترامب أعطى تغير كبير جداً في الإجراءات العسكرية التي تم اتخاذها في العراق يعني إدارة أوباما هي كانت يعني موافقة على مسألة سحب القوات من العراق بشكل كبير جداً فلذلك تم تطبيق مثلاً الاتفاقية الإمنية على أن يكون هناك من ضمن بنود هذه الاتفاقية بأن الحكومة العراقية لها حق أن تقوم باستدعاء القوات الأمريكية متى ما تطلبت الضرورة لذلك في عام 2014 بدخول تنظيم الدولة تم عودة القوات الأمريكية إلى العراق ولكن عادت إلى العراق بشروط جديدة ليست الشروط التي تم الاتفاق عليها في الاتفاقية الأمنية هذه الشروط لم تعنن عنها الحكومة العراقية في تلك الفترة حكومة حزب الدعوة بقيادة حيدر العبادي أو حتى في زمن المالكي هناك اتفاقيات حقيقةً لم يتم مصارحة الشعب بما تم الاتفاق عليه مع الولايات المتحدة الأمريكية أمريكا عندما جاءت إلى المنطقة هي لا تقوم بهذه العمال كجمعية خيرية أمريكا لديها مشروع ولديها سياسة في المنطقة بمجيء إدارة ترامب تغيرت السياسة الأمريكية بشكل كبير جداً فتم البداية بزيادة أعداد القوات الأمريكية في العراق الآن يتواجد الأمريكان في العراق حسب تصريحات لميليشيات الحجد الشعبي أحد القيادين في حزب الله العراقي يقول إنه الأمريكان الآن يتواجدون في العراق في 18 قاعدة عسكرية هم يتواجدون الآن في قاعدة التقدم وهي قاعدة الحبانية قاعدة عين الأسد ويجري الآن عملية توسيع كبيرة جداً للقوات الأمريكية تقوم بها في هذه القاعدة التي حط فيها الرئيس الأمريكي قبل أكثر من شهرين في هذه القاعدة والتقى بالجنود الأمريكيين في أحد الأعياد ثم بعد ذلك غادر بدون أن يمر على الحكومة العراقية هناك لهم تواجد في قاعدة سبايكر هناك لهم تواجد في قاعدة بلد هناك لهم تواجد في قاعدة بسماية هناك تواجد في قاعدة القيارة هناك تواجد في منطقة الرمانة هناك تواجد في منطقة القائم هناك تواجد في منطقة غاز عكاز إذن الأمريكان ينتشرون بشكل كبير جدا في مناطق متعددة من العراق وهذا التواجد يتراوح ما بين أعداد كبيرة جدا وما بين عبارة عن قواعد جوية تستخدم لإقلاع الطائرات الأمريكية والدعم اللوجستي والاستخبارات التي يمكن أن تقدمه حكومة عبد المهدي طالما حتى حكومة العبادي التي سبقتها كانت ترفض أن تصرح مثل هكذا التصريح بالعدد الحقيقي للأمريكيين في العراق هي تقول هناك بعض العسكريين الأمريكيين فقط موجودين وحتى الذين هم موجودون هم لأغراض الاستشارة عضو في الكونغرس صرح أيضا بوجود خمسين ألف جندي أمريكي في العراق بالإضافة إلى التصريح الذي ذكرته من قبل ميليشيا الحاشند لماذا تخفي الحكومة هذه الحقيقة؟ نعم حقيقة الأعداد الأمريكية المتواجدة في العراق ليست هناك أرقام حقيقية أو واقعية أو يمكن أن نقول بأنه اكتم الاعتراف بأرقام من قبل الجيش الأمريكي لأن هذه القواعد هي أصلا لا تخضع للحكومة العراقية عندما مر عام 2014 كانت الحكومة العراقية في أضعف مراحلها في تلك الفترة يعني هي ليس بالموقع التي يمكن أن تفرض شروطها على القوات الأمريكية القادمة إلى العراق وبذلك تم فرض الشروط من قبل القوات الأمريكية التي عادت إلى العراق لتقديم الدعم السياسي والدعم الإداري واللوجستي أضف إلى هذا بأنه العراق الآن هو يمر بأزمة اقتصادية كبيرة جدا وهو بحاجة للولايات المتحدة الأمريكية لتقديم كثير من الدعم السياسي والاقتصادي خصوصا بعد هذه الانتخابات التي لم يجري المشاركة فيها إلا بأعداد قويلة جدا قد لا تصل في أحسن حالاته إلى 20% وبذلك نحن نتكلم عن حكومات هي أصلا فاقدة للشرعية في العراق لا يمكن لها أن تفرض على الاحتلال شروط لوجود قواتهم في قواعد أمريكية وما إلى ذلك وجود هذه القوات الأمريكية هو خارج السيطرة الحكومية بشكل تام وهناك تصريحات لكثير من النواب في البرلمان العراقي ولكثير من النواب في مجالس المحافظات بأنه القوات الأمريكية تأخذ مناطق كبيرة جدا من قسم من القواعد العسكرية وتمنع دخول أي عراق إلى هذه المناطق وبالتالي نحن نتكلم عن حواقع يختلف عن التصريحات السياسية والدليل على هذا بأنه زيارة ترامب إلى العراق لم يلتقي بأي مسؤول عراقي وهذا دليل واضح على أن هذه القواعد هي لا تخضع أيضا للسيادة العراقية ولا بأي شيء كان لذلك أنا أعتقد بأن هذه القواعد الأمريكية هي خارج السيطرة الأمريكية وليست هناك أعداد حقيقية للقوات الأمريكية المتواجدة في العراق خارج السيطرة الحكومية تقصد أستاذ بالعودة إليك أستاذ دكتور صبري وجود القوات الأمريكية خارج السيطرة الحكومية لماذا دائما ما كان البرلمان بين الفينة والأخرى يتحدث عن موضوع استصدار قانون لإخراج القوات الأمريكية هل يستطيع البرلمان العراقي التحكم في القواعد الأمريكية أو الوجود الأمريكي أو في قرارات إخراج القوات الأجنبية اتبع البرلمانات الشكل عام هي معكال بتركيبة القوى السياسية والقوى المؤثرة في المجتمع وفي الدولة وغيره وهذا الحال ينطبق على العراق وبالتالي القوى التي نتحدث عنها والتي لها النفوذ من العراق ليس لديها القدرة حقيقة على مواجهة الصغط الأمريكي والنفوذ الأمريكي والوجود الأمريكي لأنه كما ذكرت ينفق بالتراف لم تكن الحالة العراقية بحالة سوية حتى يتمكن التحكمة العراقية من الصرد واقعها وشروطها وإخراج أمريكا بالتالي أمريكا صامت إخراج بالخروج من الاشتوار والاحتكاك للشعب العراق وغيره وتواجه في القواعد العسكري هل يستطيع البرلمان؟ أعتقد البرلمان أبعث لما يستطيع لأنه من عكاس عن حالة السوء السياسية وحالة سواء الساحة العراقية والحالة في إجمالها والحالة العراقية ليست في أحد أسكال تصدق النفوذ ولا هي السابقة السياسية الحالة السواء أحسن لو كانت حتى رؤية وحراجة مشروع لدى القوى السياسية في العراق لتقول لا نريد نزيدا من النفوذ الأجنبي في العراق لا أمريكا لا إيران لا غيرها نريد حقيقة استقلالية للقرار العراقي وللنظام السياسي العراقي وإلى آخر لكن مدامة هذه القوى متوجعة بولاءاتها وبصالفها وبنافعها وارتباطاتها مع السياس المجسورة فلا أعتقد أن الخير قريب وقادم للعراق لأسف وهذا الحال في معظم أحوال العالم العربي وبالتالي أنا أعتقد بمواجهة هذا الأمر موضوع النفوذ الأمريكي والوجود الأمريكي في العفكة للساحة العراقية لابد من النخب والسيارات الوطنية والشعبية وغيرها من أن تعلي صوتها لأنه قد آمن الأوان بخروج أمريكا من الساحة العراقية وإلا سوف تجد أمريكا دائما المبردر في العودة تحت حماية نفوذها أو طالفها أو صفائها أو خيرها سيادة العقيدة لكم حاتم الفلاحي بالعودة إليكم يعني كيف يمكن أن نفهم تواجدنا أمريكيا منذ عام 2003 وحتى اللحظة بهذه الأعداد وهذه الكثافة وبالروح والمعدات الكثير من خسائرها مع ذلك وجود هذه القوات الأمريكية بقواعدها في العراق مع وجود ونفوذ إيراني أيضا كيف يتوافق هذا التواجدين النفوذ الإيراني والوجود الأمريكي في العراق نعم حقيقة العلاقات الإيرانية الأمريكية أيضا مرت في العراق بمراحل متعددة وفي المنطقة هناك تخادم أمريكي إيراني واضح في احتلال أفغانستان وفي احتلال بغداد وهناك تصريحات لكثير من المسؤولين الإيرانيين أصرحوا بأن هناك اتفاقيات مع الولايات المتحدة الأمريكية ولولا طهران لم استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تحتل كابل وأن تحتل بغداد في تلك الفترة أضف إلى هذا بأنه عندما اشتدت المقاومة العراقية في المناطق السنية حقيقة على قوات الاحتلال الأمريكي لم تكن الإدارة الأمريكية أو القوات الأمريكية بوسعها أن تفتح أكثر من جبهة في العراق وبذلك هي في خلال هذه الفترة حاولت أن تستخدم العلاقات مع الجهات الشيعية ومع إيران واستطاعت إيران خلال هذه الفترة حقيقة أن تمكن القوى السياسية الشيعية من السيطرة على مقدرات الحكومة العراقية بشكل كبير جدا في ظل الاحتلال خصوصا وأن مشروع الاحتلال هو قائم على تهميش مناطق أهل السنة وتسليم الحكم لكثير من الشخصيات التي كانت تتخذ من طهران مقر لها وبذلك هناك علاقات استراتيجية كبيرة جدا ما بين هذه القوى وما بين الولايات المتحدة الأمريكية أضف إلى هذا بأنه عندما خرجت الولايات المتحدة الأمريكية من العراق هم قالوا إحنا خروج مسؤول ولكنه لم يكن خروج مسؤول من العراق وإنما تم تسليم العراق على طبق من ذهب إلى إيران لأنها تركت الفراغ لكي يملى من قبل إيران من خلال الأدوات التي شكلتها سياسيا وعسكريا في العراق فهناك الآن ميليشيات تأتمر بأمرة الولي الفقه في إيران وهناك جهات وأحزاب وشخصيات سياسية حقيقة تدين بالولاء لإيران بشكل كبير جدا وهي تصرح نهارا جهارا تقول بأنه إذا ما كانت هناك مواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية فسوف نقف مع إيران في هذه المواجهة وبالتالي استطاعت خلال هذه الفترة أنا أستطيع أن أقول بأنه إيران أن تستفيد من التخادم الأمريكي الإيراني في هذه الفترة لبناء قوة عسكرية وسياسية في العراق تصف في مصلحة إيران على المدى البعيد من الذي استفاد أكثر أمريكا أم إيران من خلال هذه السياسة التخادمية؟ لا أكيد من استفاد منها إيران إيران استفادت بشكل كبير جدا عندما أسقطت النظام في العراق الذي كان يشكل تهديد لإيران وأسقطت حكومة طالبان في أبغانستان التي كانت أيضا تشكل تهديد بالنسبة لإيران ثم بعد ذلك جاءوا بالشخصيات التي كانت تتواجد في إيران وتم تسليمهم مقاليد الحكم في العراق لذلك نحن نتكلم عن مستفيد أكبر في العراق أكبر المستفيدين من هذه الحرب هي إيران لذلك نرى أنه السيطرة الإيرانية الآن في العراق هي سيطرة بشكل كبير جدا على مفاصل الدولة وهي الآن تقول تم تشكيل ما يقارب أكثر من مئة ألف مقاتل في العراق وفي سوريا مئة ألف يعني يصل مقارب الأعداد التي تم تشكيلها في المنطقة ما يقارب أكثر من مئة ألف جندي يدينون بالولاء إلى الولي الفقه في إيران لذلك نحن نتكلم حقيقة عن سياسة أمريكية كانت في العراق سياسة أوصلت العراق لما أوصلت إليه نتيجة التخادم الذي كان ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وكيف سمحت لإيران بالتغلغل في العراق وفي المنطقة هي الولايات المتحدة الأمريكية إذن سيادة العقيد في سؤال آخر يعني في حال نشوف مواجهة أمريكية إيرانية فعلا هل تستطيع الحكومة في العراق تفعل كما فعلت تركيا عام 2003 بمنع استخدام القواعد العسكرية الأمريكية هل لديها القدرة على ذلك؟ نعم بداية أنا أقول هذه الحكومة هي لم تستطيع أن تكمل التشكيل الوزارية لحد هذه اللحظة هناك أربع وزارات لحد هذه اللحظة شاغرة منذ أكثر من سنة من الانتخابات العراقية فهذه حكومة ضعيفة جدا ولا تملك من أمر إصدار مثل هذه القرارات في الفترة المقبلة يعني حقيقة من يسيطر على الوضع في العراق هي الميليشيات التي تم تشكيلها في إيران هي التي الآن تتصدر المشهد السياسي وهي التي تتصدر المشهد العسكري بشكل كبير جدا الحكومة عاجزة عن إرجاع النازحين الذين خرجوا من مناطقهم من جرف الصخر ومن عزيز بلد ومن مناطق أخرى في ديالة وفي مناطق عاجزة عن إرجاع هؤلاء المدنيين إلى مناطقهم كيف لها أن تفرض الآن سياسة الدولة على هذه الميليشيات التي تدين بالولاء لإيران خلال الفترة المقبلة أضف إلى هذا بأنه عندما نأتي الآن إلى الأعداد القوات الأمريكية في العراق تتواجد أعداد لنقول مثلا أن العداد المتواجدة حسب التصريحات الأخيرة أكثر من 8200 جندي أمريكي متواجدون في القواعد الأمريكية لتقديم الاستشارة هنا السؤال هل هذه الأعداد حقيقة هي جميعها لتقديم الاستشارة والتدريب؟ هذه أعداد كبيرة جدا لا يمكن أن تكون لتقديم الاستشارة وتقديم التدريب وما إلى ذلك من دعم لوجستي واستخباراتي أستاذ يعني أن المسألة ربما تتطور في المستقبل وهناك يعني خطط استراتيجية غايتها أن تكون هذه القواعد الأمريكية أو الوجود الأمريكي ربما منطلقا لمواجهة إقليمية مع إيران هناك أكثر من حقيقة أكثر من سبب لتواجد هذه القوات هناك أسباب اقتصادية فترامب هذا الرجل هو يعني نستطيع أن نقول يهتم بالقضايا الاقتصادية أكثر من ما يهتم بالقضايا العسكرية وهو يرى بأنه الحروب التي دخلت فيها المنطلق الأمريكية في أفغانستان وفي العراق هي حروب عبثية وهذه الحروب لا فائدة منها هو ينظر إلى الاقتصاد أولا وبذلك هو يحاول أن يسيطر يعني يقول لو قمنا بأخذ النفط العراقي منذ عام 2003 لما وصلنا إلى سيطر التنظيم الدولة على العراق بشكل كبير جدا عام 2014 وبذلك هو ينظر إلى أنه يجب أن تكون هناك أخذ للثروات المتواجدة في العراق وخاصة الآن في المناطق الغربية والمناطق الشمالية حيث تسيطر القوات الأمريكية بشكل كبير جدا على مناطق واسعة تتواجد فيها الغاز وتواجد فيها النفط وتتواجد فيها الفوسفات واليورانيوم وما إلى ذلك من أمور لذلك أنا أقول بأنه تواجد القوات الأمريكية له أسباب متعددة لأن القوات الأمريكية منذ تدخلها عام 2014 وإلى يومنا هذا هي تقوم بتقديم الدعم الجوي وتقوم بتقديم الدعم الاستخباراتي وهذه لا تتطلب هذه الأعداد الكبيرة من الجنود من القوات البرية التي تتواجد في القواعد الأمريكية ويمكن أن تقدم القوات الجوية الأمريكية المتواجدة في المنطقة هذا الدعم بدون أن تكون لها قواعد متواجدة في العراق ومع ذلك لتكون لها قواعد ولكن هذه القواعد يجب أن تكون تحت السيطرة والسيادة العراقية وهذا لا يتوفر هذا الشرط إضافة إلى هذا لا تكون بهذه الأعداد الكبيرة جدا للولايات المتحدة الأمريكية لذلك هذا التواجد الأمريكي له أسباب متعددة ولا يمكن أن نقول بأنه لا يمكن أن تستخدم هذه القوى لمواجهة إيران في الفترة المقبلة إذا ما كانت هناك مواجهة عسكرية حقيقية لأنه القوات الأمريكية التي تتواجد في المنطقة الآن ما يقارب 54 ألف جندي أمريكي يتواجدون ضمن هذه المنطقة وهناك الآن قد تكون تغيرات بزيادة على هذه الأعداد وخاصة في الكويت بعد تصريح رئيس مجلس الأمة قد تكون هناك زيادة لأعداد هذه القوات الأمريكية في المنطقة أضف إلى هذا بأن هناك اتفاقات ستراتيجية كبيرة جدا تم إبرامها مع عمان لاستخدام بعض الموانع العمانية في الفترة المقبلة من قبل القوات الأمريكية إضافة إلى تواجدها في قاعدة العديد تواجدها في الكويت تواجدها في السعودية وتواجدها في قاعدة أنجرليك التركية إضافة إلى تواجدها في القواعد العراقية هذا التواجد في العراق قد يستخدم لكبح الأدوات الإيرانية في العراق إذا ما تم تعرض مصالح الولايات المتحدة الأمريكية إلى الخطار في الفترة المقبلة هناك نقطة مهمة جدا سنناقشها بعد فاصل قصير وهي قضية مخططات التغيير الديمورافي التي تحققت في العراق نقاط الالتقاء بينها وبين الولايات المتحدة في هذا الأمر في حين أن معظم القواعد أقيمت وأنشئت في مناطق السنة في العراق نأخذ فاصل قصير مشاهدين الكرام ثم نكمل الحوار كنوا معنا نتجول في عقول الشعر الشاعر كتاب حياته كتاب تجربته وإبداعاته ألوان إبداعية متعددة وأساليب شعرية مختلفة لكنها جميعا تصب في إناء واحد بيت القصيد طلالة على القلوب بالدخول إلى العقول أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من تحت الضوء الناقش فيها الوجود الأمريكي والقواعد الأمريكية في العراق وأسباب الوجود والغايات والأهداف الاستراتيجية الأمريكية من إنشائها بالعودة إليك أستاذ سياد العقيد حاتم الفلاحي البحث في مركز رسام لدراسات السياسية والاستراتيجية كنا قد تطرقنا إلى مخططات التغيير الديمغرافي ثمت نقاط ربما هي مشتركة يعني بالمصالح ما بين الولايات المتحدة وإيران بحسب ما يرى محللون وخبراء عسكريون إذا كانت مخططات التغيير الديمغرافي هي من مصلحة الطرفين لماذا أقيمت القواعد الأمريكية في المناطق السنية تحديدا نعم بداية دعنا نقول بأنه هناك تغيير في السياسة الأمريكية حقيقة كان هناك تخادم أمريكي وكان هناك اتفاق على مصالح مشتركة كثيرة ولكن الآن هناك تغير في السياسة الأمريكية باتجاه إيران بأنه إيران قد تجاوزت الخطوط الحمر ويجب عليها أن تعود إلى ما كانت عليه قبل هذه الفترة بأنه تنسحب من سوريا وتنسحب من العراق وبالإضافة إلى اليمن ثم كتابة اتفاق نووي جديد ضمن الشروط الأمريكية الإسرائيلية وقف برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية على أن يكون ضمن مدايات معينة ويخضع للتفتيش المستمر من قبل الألجان الدولية لذلك على إيران أن تغير سياستها باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية وإلا ستتعرض لعقوبات اقتصادية كبيرة جدا هذه القواعد الأمريكية أو التغيير الديمغرافي نستطيع أن نقول بأنه الآن التواجد الأمريكي في المنطقة الغربية والشمالية هو أحد أسبابه لقطع طريق الحرير الإيراني الذي ينطلق من قصر شيرين باتجاه الحضر ثم باتجاه منطقة الشرقاط ثم باتجاه منطقة الحضر ثم بذلك باتجاه تلعفر ثم باتجاه سنجار ثم باتجاه سوريا وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط هذا الطريق الإيراني أو الكليدور الإيراني تواجد القوات الأمريكية قالت أحد الأسباب بأنه قطع هذا الكليدور الإيراني باتجاه البحر الأبيض المتوسط هذا أولا المسألة الثانية حقيقة المناطق السنية عانت من الوجود الإيراني خلال هذه الفترة بدورتين انتخابية للمالكي سامى فيها هذه المناطق سوء العذاب يعني فتم اعتقالات وتهم كيدية وانتزاع اعترافات بالقوة وتهجير وبعد ذلك تم تسليمها إلى تنظيم الدولة بعد أن انسحبت هذه القوات الحكومية أو انهزمت هذه القوات تاركة هذه المناطق إلى تنظيم الدولة ثم بعد ذلك جاءت الآلة العسكرية لكي تدمر هذه المناطق ويتم استعادتها فهذه المناطق عانت الكثير من التواجد الإيراني في المنطقة الآن ينظرون إلى التواجد الأمريكي بأنه أخف ضررا من التواجد الإيراني في تلك المنطقة أو من خلال الأدوات المتواجدة هناك أضف إلى هذا بأن هذه المناطق أضعفت بشكل كبير جدا لا يمكن لهذه المناطق الآن أن تقوم بعمل عسكري ضد القوات أو التواجد الأمريكي مثل ما كان في عام 2007 و2006 و2008 عندما كانت المقاومة العراقية في أوجه في تلك الفترة بسبب سيطرة الأدوات الإيرانية على هذه المناطق بشكل كبير جدا لذلك التواجد الأمريكي في هذه المناطق قد يؤمن الحماية لها بشكل كبير جدا أضف إلى هذا بأن هذه المناطق يتواجد فيها ثروات اقتصادية هائلة وكبيرة جدا في غاز عكاز هذا الغاز الذي يعتبر احتياط كبير جدا للغاز العالمي في العراق أضف إلى هذا إلى الفوسفات في عكاشات اليورانيوم وما إلى ذلك النفط في القيارة وفي مناطق الموصل فالتواجد الأمريكي ضمن هذه المناطق قد يؤمن للقوات الأمريكية الكثير من الأمان الذي يمكن أن يفقد في بقية المناطق في المناطق الجنوبية أو المناطق الوسطى في العراق أضف إلى هذا بأنه هذه القواعد الأمريكية المتواجدة في هذه المناطق يمكن في أي لحظة من اللحظات أن تقوم بدعم الأدوات المحلية لهذه المناطق بالسيطرة عليها بشكل كبير جدا لمواجهة المد الإيراني في العراق أمريكا الآن تحاول أن تجد توازن داخل العراق من خلال دعم بعض الأدوات السنية في المناطق السنية للسيطرة على هذه المناطق لمواجهة الأدوات الشيعية أو الإيرانية في العراق ولكن لحد هذه اللحظة ليست هناك حقيقة خطوات عملية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال ما يجري الآن من صدام ومن زيادة أو من تصعيد كبير جدا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد المواجهة المباشرة لأن هذه المواجهة المباشرة كلفتها الكثير في أفغانستان وكلفتها الكثير في حرب العراق وبالتالي هي لا تريد أن تدخل في مواجهة مباشرة مع القوات الإيرانية أو مع الأدوات الإيرانية في المنطقة لذلك هي تحاول أن تصعد من الضغط السياسي من الضغط الاقتصادي بالعقوبات الاقتصادية وتحاول أن تؤمن الحماية للمصالح الأمريكية المتواجدة في المنطقة لإجبار إيران على الجلوس إلى طاولة مفاوضات وكتابة اتفاق نووي جديد بما يضمن المصالح الأمريكية في المنطقة بالنسبة لإيران تحاول الآن أن تراهن على عامل الوقت في المنطقة تحاول الآن أن تدفع بالأمور هم يقولون بأنه لا حرب ولا سلام ولا مفاوضات مع إيران فيما يخص ما ذكرتم عن المناطق التي ربما تريد الولايات المتحدة أن تتخذها ربما درعا أو سندا لها في مواجهة النفوذ الإيراني في المرحلة المقبلة هل نستطيع القول أن المناطق التي كانت في السابق مقاومة للاحتلال الأمريكي وأسهمت بشكل كبير في تكبيده بخسائر فادحة بالأرواح والمعدات وإجباره على الانسحاب ربما أصبحت الآن ساندة للقواعد الأمريكية في مواجهة المد الإيراني هم الآن يعني هناك نظرة حقيقة لكثير يعني يرون بأنه التواجد الأمريكي أخف ضررا من التواجد الإيراني في هذه المناطق وبالتالي إذا دعمت هذه المناطق لإخراج النفوذ الإيراني المتواجد في هذه المناطق فأنا أعتقد إذا ما تم دعم كثير من الجهات في هذه المناطق فسيقومون بإخراج النفوذ الإيراني بشكل كبير جدا لذلك أنا أعتقد بأنه الولايات المتحدة الأمريكية لن تقدم على هذه الخطوة في هذه الفترة إذا لم يكن هناك تصعيد حقيقي من قبل إيران وأدوات إيران في المنطقة إذا كان هناك تصعيد باتجاه المصالح الأمريكية فعندئذ ستضطر الولايات المتحدة إلى مثل هذا الخيار بدعم الكثير من المناطق السنية للخلاص من الأدوات والنفوذ الإيران المتواجد في هذه المناطق لذلك هي جزء من عملية حقيقة الآن نستطيع أن نقول بأنه الآن عض الأصابع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران وهذه الرسائل التي أرسلت في التفجيرات ناقلات النفط في الفجيرة وفي ضرب شركة النفط السعودية في الفترة الماضية هي رسائل إيرانية بأنه لدي أدوات يمكن لي أن أحققها أو يمكن أن أحركها في الوقت المناسب لتحقيق الأهداف الإيرانية وتحقيق الأمن القومي الإيراني يضاف إلى هذا بأنهم يقولون من خلال هذه الرسائل بأنه القوة التي تتواجد في العراق لا يمكن مقارنتها بقوة الحوثي مثلاً لأن هناك ميليشيات كبيرة جداً يصل أعدادها إلى أكثر من 67 ميليشيا متتواجد في العراق أكثر من 40 ميليشيا تأتمر بإمرة الولي الفقيه وهي التي تتسلح بشكل كبير جداً وهي الأقوى تسليحاً وتدريباً ودعماً إدارياً وما إلا ذلك يضاف إلى هذا بأن هذه المواجهة إذا ما تم دخول هذه الميليشيات على هذا الخط أنا أعتقد بأنه ستكون مؤذية للمصالح الأمريكية في المنطقة وخاصة في العراق عاد إلينا الأستاذ الدكتور صبري سميراء المتخصص في الشيء الأمريكي دكتور صبري محباً بكم مرة أخرى بعد أن انقطع الاتصال دكتور صبري في حال لو تم استهداف القواعد الأمريكية في العراق من قبل الميليشيات الموالية لإيران مثل ما كانت هناك معلومات عن استهداف السفارة الأمريكية في بغدان كيف سيكون الرد الأمريكي من وجهة نظرك؟ بالطبع الأمور سوف أحقق بصورة كبيرة جداً سوف أحقق في جزء منه ما تفع إليه الإدارة الأمريكية الإدارة الأمريكية تفعى لإيجاد حالة من أفضل الاستقرار من الاشتباكات من الحالة المضطربة في المنطقة سواء كان صراحياً أو حقيقياً بدرجة المال لأنها تريد أن تصل إلى النتيجة التي تريد أن تصل إليها وهي مجيد من الهيمنة والنفوذ وغيع الأسلحة والتأثير في المنطقة والتمرير في صفقة القرن تفاصيل كثيرة جداً لذلك الرد الأمريكيين لن تتوانى أمريكا في أن ترد بالصاعين حتى توصل الرسالة من أنها موجودة حقيقةً وبقوة وبنفوذ عسكري كبير وليس لمجرد التهديد أو التلويح لأنه مر فترة على السياسة الأمريكية أخذ عليها بأنها كان مجرد تصريحات ومواقف ولا تترجم إلى قوة عسكرية على الأرض بعدما اتخذ قرارات أوباما عن ما بالانسحات من تخصيص الشرق الأوسط أو بتخصيص الوجود الأمريكي وتركيز كل القوى الأمريكية عالمياً على مواجهة النفوذ الصيني المتصاعد وباقي القضايا العالمين ترامب رغم أنه في حمراء الدين الانتخابية وبذات حكمه قال بأنه يريد أن ينصح من العالم وليس هناك سئة بلا مقابل إلى آخره نراه اليوم يتبع السياسة التي كان يقول أنه لن يتبعها وهي مزيداً من التدخل والوجود المادي الحقيقي على الأرض شكل عام السياسة الأمريكية الآن في عصر ترامب هي سياسة مضطربة ترتبط للمصالح ترامب ومن حوله لا تعكس حقيقة رؤية استراتيجية كاملة للسياسة الأمريكية من أنها سوف تقطف السمار التي تفعى إليها لكن في هذه الفترة يدل أن ترامب قد حسن أمره يريد أن يحقق المزيد من المكاسب لنفسه ومن ينتبع من موجوده في الحكم ولذلك نراه يتخذ مثل هذه القرارات لأنه حقيقة لو أرادت أمريكا البحث عن مصالحها الحقيقية لكان أن يعمل السلام في المنطقة أن تقف العراق على رجليها أن تكون هناك ديمقراطية حقيقية ودولة قانون حقيقية العراق ويكون إرضاء جميع البقونات العراقية بكافة الخلفية أمريكا لا تفعل كل ذلك هي للأسف على مدار الأقضى القادم ومنذ ما بدأ يصمد الربيع العربي أيضا وجدناها تركة الدول تنهار وجدت الأنظمة التكتاتورية تزداد تحكما وتجبرا وإذاءا وتدميرا إلى آخرين أمريكا لديها مشكلة كبرى باستراتيجياتها وأطرحاتها العامة هل هي دولة حقيقة تفعى للأمن والاستقرار والنظام العالمي والديمقراطي في العالم أم أنها تقاتل مركبة المجموعات تفعى فقط إلى مصالح ضيقة قصيرة المدرع للمسلسلين المتعكمين عندهم الدكتور صبري اسميري تحدث أستاذ حاتم عن أن أمريكا ربما ترد الصاع صعيم في حالة تعرضت لهجم على قواعدها من قبل الميليشيات الموالية لإيران ترى كيف سيكون شكل التعامل الأمريكي مع الحشد هناك تحالف منذ عام 2014 مع الحشد هناك غطاء أمريكي هل انفرط عقد هذا الحلف أو هذا التحالف مع الحشد كيف سيكون شكل التعامل الأمريكي مع الميليشيات الموالية لإيران نعم بداية دعني أقول بأنه أمريكا تريد إيران قوية في المنطقة ليس من مصلحة أمريكا أن تضرب إيران في خلال هذه الفترة لأنه الآن هي عن طريق إيران تقوم من ابتزاز دول الخليج العربي تقوم بشراء الأسلحة وما إلى ذلك من أمور أضف إلى هذا هي من خلال إيران حولت الصراع العربي الإسرائيلي إلى صراع عربي فارسي وبذلك هي مستفيدة جدا من موجود إيران قوية في المنطقة لذلك هي تريد أن تغير سلوك النظام بدون أن تقوم بتغيير النظام الإيراني وهذا ما تعلنه صراحة للولايات المتحدة الأمريكية بأنهم يقولون بأنه نحن نريد أن ندفع إيران من خلال العقوبات الاقتصادية والضغط العسكري لإجبارها على الجلوس إلى طاولة مفاوضات ولكن في حال تعرض المصالح الأمريكية إلى ضربات من قبل الأدوات الإيرانية في المنطقة فأحنا نقول بأنه سترد أمريكا ولكن أنا أقول بأنه في الفترة السابقة كانت هناك تصريحات للرئيس ترامب يقول بأنه اتصلت مع قسم من الرؤساء ويجب عليهم أن يدفعوا مقابل الحماية التي تؤمنها الولايات المتحدة الأمريكية ولولاي لما بقوا في الحكم لأكثر من أسبوع أو أسبوعين وبالتالي عندما ضربت شركة رامكو السعودية وضربت قسم من منصات تصدير النفط لم تقل الولايات المتحدة الأمريكية بأي ردة فعل لحماية حلفائها في المنطقة إذن نحن نتكلم عن ضرب المصالح الأمريكية الرئيسية وليس المصالح لدول الحلفاء أضف إلى هذا بأنه الآن عندما نقول بأنه تعرض الولايات المتحدة الأمريكية لضربات إذا ضربت الولايات المتحدة الأمريكية من قبل الأدوات يعني بطريقة غير مباشرة نستطيع لا نقول صدام مباشر لأنه إيران لن تصل إلى الصدام المباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية أبدا وإنما يمكن أن تحول هذه الأدوات للضغط على أمريكا فأنا أعتقد بأنه ستتعرض هذه الأدوات لضربات مدمرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وقد تكون هذه هي الشرارة التي تشعل حريق أكبر في المنطقة بما فيها توجيه ضربات لكثير من الأدوات الإيرانية التي تتواجد خارج إيران يعني عندما نتكلم عن تصنيف الحرس الثوري الإيراني الحرس الثوري الإيراني الآن يتواجد في سوريا والحرس الثوري الآن قسم من عدمي تواجد في العراق لتقديم الدعم بما فيهم سليمانيا الذي قالوا أنه مستشار لدى الحكومة العراقية لتقديم الاستشارة للحكومة العراقية خلال فترة تنظيم الدولة عام 2014 وصولا إلى اليوم إضافة إلى هذا وجود الحرس الثوري الإيراني الآن في اليمن هذه التصنيف للحرس الثوري هل سيبقى حبرا على ورق أم ستقوم الولايات المتحدة الأمريكية بضربات جوية لهذه القوات مثل ما تقوم بضرب القاعدة في اليمن وضرب تنظيم الدولة في مناطق كثيرة من العالم إذن حقيقة هناك ازدواجية في المعايير تستخدمها الولايات المتحدة للتعامل مع إيران بحيث هي لا تريد أن تدفع الأطراف للوصول إلى المواجهة المباشرة مع إيران وإنما تحاول أن تضغط على إيران لتغيير سلوكها في المنطقة لبقاء الصراع العربي الفارسي قائم ولدفع دول الخليج لشراء المزيد من الأسلحة الأمريكية لإبتزازهم خلال الفترة الماضية وخلال الفترة القادمة أيضا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى أنه بأنه صفقة القرن التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية تمريرها من خلال بناء علاقات اقتصادية مع إسرائيل وتخديمها على أن تكون لديها علاقات مع كثير من الدول العربية وأن تكون إسرائيل هي ليس تهديد وإنما هي حليف لهذه الدول لمواجهة المد الفارسي أو المد الإيراني في المنطقة لذلك أنا أعتقد بأنه قد تكون هناك ضربات محدودة إذا ما تم ضرب مصالح أمريكية حقيقية كقواعد عسكيرية أو غيرها ستكون ضربات محدودة على هذه المناطق ولكن لن تصل إلى المواجهة المباشرة لأنه مسرح العمليات غير مهيئة بشكل كبير جدا لمثل هذه الحرب مع إيران دكتور صبري أخيرا يعني كيف تتوقع أن يتأثر العراق بكل ما يجري من تصعيد أمريكي إيراني والقواعد الأمريكية موجودة على الأرض العراقية دكتور صبري دكتور صبري سمعت سؤالي إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور صبري سميرا المتخصص في الشعن الأمريكي على أي حال نشكرك شكرا جزيلا دكتور صبري سميرا لتواجدك معنا في هذه الحلقة بالعودة إليكم إذن سيادة العقيد ركن حاتم الفلاحي بنظرة استشرافية للواقع العراقي المشهد العراقي يعني العراق الكثير من الخبراء ويعني حذروا من أن العراق ربما يكون ساحة لأصدامات ما بين الولايات المتحدة وإيران القواعد الأمريكية موجودة على الأرض العراقية هنا شكل المشهد العراقي كيف سيكون من وجهة نظرك هل هناك نظرة ربما سوداوية لأحداث المستقبلية وانعكاساتها على العراق نعم حقيقة إذا ما كانت هناك مواجهة حقيقية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إذا كانت هناك مواجهة غير مباشرة وأرادت إيران أن تحرك الأدوات المتواجدة في العراق فأنا أعتقد بأنها ستكون مؤذية للقواعد الأمريكية المتواجدة في العراق بشكل كبير جدا وهم يصرحون يقولون بأن الكثير من القواعد هي في مرمى صواريخ الحجد الشعبي أو في مرمى صواريخنا بالنسبة للحرس الثوري الإيراني سواء كان قاعدة العديد أو بعض القواعد المتواجدة في أفغانستان لذلك هذه المواجهة حقيقة يمكن أن تكون مفتوحة وكبيرة جدا ولكن هل ستقدم إيران على مثل هذه الخطوة باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية أنا أعتقد بأنه من الصعب على إيران يمكن لها أن تنفذ ويمكن أن تكون مؤذية مثل هذه الضربات لولايات المتحدة الأمريكية ولكن ردة الفعل الأمريكية ستكون كبيرة جدا قد تصل إلى تغيير النظام في إيران خلال الفترة المقبلة لذلك هم لا يريدون المواجهة المفتوحة إيران تراهن على عامل الوقت الآن بتغيير الإدارة الأمريكية من خلال الانتخابات الإدارة الأمريكية القادمة في عام 2020 يحاولون أن يدفعون الأمور إلى الانتخابات القادمة لتغيير الإدارة الأمريكية التي يمكن أن تتغير معها السياسة الأمريكية باتجاه إيران ودونالد ترامب أو الإدارة الأمريكية الحالية تراهن على عامل الوقت من خلال العقوبات الاقتصادية التي فرضها على إيران بأن تجبر إيران على الجلوس إلى طاولة مفاوضات أو بأن تسبب لها إشكالات داخلية كبيرة جدا من خلال المظاهرات والانتفاضات والاحتجاجات التي يمكن أن تضغط من خلال الشارع الإيراني على القيادة الأمريكية للقبول بالشروط الأمريكية التي وضعتها للتفاوض مع إيران في الفترة المقبلة فالخيارات حقيقة مفتوحة يعني لكل الطرفين الخيارات مفتوحة ولكنها ليس في الفترة المقبلة يمكن أن تأخذ وقت طويل لكي نصل إلى مرحلة نستطيع أن نقول المواجهة المباشرة أو المواجهة الغير مباشرة شهد العراق قبل الفترة الماضية أحداثا ربما تكون غريبة عليه خصوصا بعد احتلاله عام 2003 هناك انفتاح ربما أو محاولة انفتاح على العرب من قبل حكومة عبد المادي يعني إلى أي مدى ترى أن السفارة الأمريكية في المنطقة القضراء هي المتحكم بكل ما يجري بكل المشهد العراقي لا نستطيع أن نقول بأنه السفارة الأمريكية الآن في العراق حقيقة هم في صراع مع المشروع الإيراني بشكل كبير جدا لأن الهيمنة كبيرة جدا للمشروع الإيراني الآن سياسيا وعسكريا في العراق أضيف إلى هذا بأن العراق تربطه علاقات اقتصادية الآن مع إيران تصل إلى أكثر من 7 مليار دولار وبالتالي هناك استيراد للغاز والنفط والمشتقات النفطية جميع من إيران وإذا ما أرد إيران وقف الكهرباء وقف هذه الأمور فإنها يمكن أن تتسبب بإشكال كبير جدا في الداخل العراقي لذلك مسألة حتى العقوبات الأمريكية التي فرضت على إيران تم استثناء العراق من هذه العقوبات وبالتالي هم يريدون الإدارة الآن يعني الحكومة الإيرانية تريد أن ترفع سقف التعامل مع العراق إلى أن يصل إلى 20 مليار وهناك توجه بأن إيران لديها دور كبير جدا يمكن أن تلعبه في المنطقة في الفترة المقبلة أضف إلى هذا بأنه ما وصلت إليه الإيران في المنطقة هو وصلته من خلال التخادم الأمريكي في الفترة الماضية التخادم الأمريكي الإيراني هو الذي سمح لإيران بالتمدد في العراق والسيطرة سياسيا وعسكريا وسمح لها بالتمدد في سوريا وفي لبنان وفي اليمن وسمح لها بالتسليح والتدريب وما إلى ذلك يعني الآن عندما نقول بأنه يجب أن تخرج إيران من سوريا طيب إذا خرجت الميليشيات التي تعود إلى إيران من سوريا من يحمي النظام في سوريا؟ هناك إشكال كبير جدا حقيقة يعني من يحمي النظام في سوريا إذا خرجت هذه الميليشيات؟ لذلك الإدارة الأمريكية هي التي لا تريد أن يزح الأسد وهي التي سمحت لهذه الميليشيات وروسيا أيضا سمحت للتواجد الإيراني بالتواجد في سوريا في الفترة الماضية لذلك نحن حقيقة عن اتفاقيات وعن تخاذب كبير جدا ما بين الدول الكبرى وما بين إيران ومشروعها في المنطقة لذلك هم من سمحوا لها بهذا التمدد في هذه المناطق لذلك نرى بأنه لا يمكن الآن أن يستغنون عن هذا التمدد الإيراني في ليلة وضحاها وعنما يريدون أن يدفعون إيران إلى تغيير سلوكها ضمن شروط أمريكية تكون مقبولة من قبل الحلفاء المتواجدين في المنطقة بما يظن المصالح الإسرائيلية الأمريكية في ختام هذه الحلقة أشكرك شكرا جزيلا سيادة العقيد لكم حاتم الفلاحي الباحث في مركز رسام لدراسات السياسية والاستراتيجية وأشكر موصول أيضا لدكتور صبري سميرا المتخصص في شان الأمريكي في الختام تقبلوا مني مشاهدين الكرام أطيب تحية وفي أمان الله اشتركوا في القناة